اشتركوا في القناة الذي طال سمعة المسجد رد يأتي من خلال تنظيم الوزار الوصية لزيارة تفقدية إلى ورشات مسجد الجزائر الأعظم بحضور أزيد من خمسين سفيراً معتمداً بالجزائر من كل أنحاء العالم تعرفوا من خلال جولة افتراضية على الصورة النهائية للمسجد الذي يطل على خليج الجزائر في حي المحمدية شرق العاصمة لينزلوا بعدها إلى الطابق الأرضي أين بدأت الزيارة بتفقد النظام المضاد للزلازل واحد من التقنيات المتطورة التي يرتكز عليها المسجد وهو ما أبهر السفراء أمر شدع بحضور جداً مع استعمالية التقنيات المتطورة هي الإززميكة الصعود و الأضحاب عباً جدا. الإزززميكة الغوية الغوية في الغوية كنتم capable من المستخدر والدنية كانين أفعون بإراجعة جدا كانت في مستخدر أنهم يتفع ممتازل جدا مكان أكثر الديوناس الأميحة سيعتمت بإثالة أننا أعلم أنه يتعمل كنت ت escalديقها في الروح فره و أعظر أنه يجب أن تتعليgt لأنه يظهر أيضا أن هذه المسكة ستأخذ الكثير من الوقت وهناك تكنولوجيا مدرسة وعلى أطريقيا نفعل الكثير من باتمان مع الانيرجي رنوال وهذا هو مجرد للأدن أشكرا السفراء الحاضرون من القارة الأربعة أكدوا على أن مسجد الجزائر الأعظم مفخرة للمسلمين وأفريقيا وأن المميز في هذا المسجد ليس حجمه الهائل فقط بل مأذنته التي ستكون أطول مأذنة في العالم والعرب ممن كانوا حاضرين اعتبروه منارة إسلامية فريدة من نواها أما سفرت أندونيسيا فتمنت أن تنتهي الأشغال فيه قريبا لتحظى بشرف أداء فرضة الصلاة فيها إنه لمسجد عظيم وحقا مفخرة أتمنى أن تنتهي به الأشغال في أقرب وقت ممكن لكي أعطى بشرف الصلاة فيه يجب أن تتعلم أنه مفخرة لألغيري ومفخرة لأفريقيا ومفخرة أماماً كنت أتمنى من العمل الذي يجعل هنا ومفخرة أماماً للمسلمين سيكون منارة علم ومنارة للدين الإسلامي بالإضافة أن الجزائر هي من المنارات السابقة وهذا مركز حضاري رائع جداً سيكون في الشمال الأفريقية كلها وفي الجزائر زيارة المسجد التي عرفت غياب ممثلين عن فرنسا المغرب وحتى السعودية التي كانت مبرمجة ضمن وفد الزوار جاءت لتثبت للجميع أن ترجمة نانسي قنقر